إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المشاهدون والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في بداية هذا اللقاء الذي أتحدث فيه عن بعض المسائل العقدية التي أشار إليها الإمام الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه رسالة إلى أهل الثراء وكنت في اللقاء الماضي أتحدث حول الإسراء والمعراج وبيّنت أنه يجب علينا وجوبا الإيمان بالإسراء والمعراج يجب علينا أن نؤمن لأن الله عز وجل أسرى بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عند البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى وهذه منة وفضل وتكريم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه مسائل نحن لم نشاهدها ولم نطلع عليها ولكنها من الأمور التي ثبتت صحتها وصحة الخبر بها جاء الإسراء صراحة في القرآن الكريم وجاء المعراج تلميحا في القرآن الكريم وصريحا في صحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ولذلك وزب علينا الإيمان بهما بالإسراء وبالمعراج ثم قال رحمه الله تعالى بعدما قال وعلى أن الإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات واجب قال وكذلك ما روي من خبر الدجال ونزول عيسى بن مريم وقتله الدجال وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت الرواية بها بين يدي الساعة الإمام الأشعري رحمه الله هنا ينتقل بنا إلى ذكر بعض أشراط الساعة بعض أشراط الساعة وبدأ بخبر الدجال أو أشار إلى الدجال الذي سيكون في آخر الزمان وهذا يحتاج مننا أن نقف وقفات طويلة عند هذا الخبر حتى نتعرف ما هو الدجال من هو الدجال وكم سيمكث في هذه الأرض وما هي فتنته وما ضررها وخطرها وغير ذلك ولكني بداية أود أن أقول أو أؤكد على ما ذكره الأشعري هنا أن أهل السنة والجماعة أجمعوا جميعا على ما ذكر من الدجال ونزول عيسى صلوات الله وسلامه عليه وهذا في الحقيقة ثابت في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حقيقة يعني الإمام أحمد بن حمبل إمام أهل السنة رحمه الله نص على الإمام بذلك على وجوب الإيمان بذلك بأخبار الساعة وبما أشار إلى بعضه الأشعري هنا من الدجال منزول عيسى عليه السلام قال الإمام أحمد رحمه الله والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب وهو أكذب الكاذبين يعني بيذكر لنا الخبر ويحذرنا من يعني قال الدجال خارج ولكنه أكذب الكاذبين فاحذروا يا أهل الإيمان من الإمام الطحاول رحمه الله قال كلاما عاما ثم نص على بعض أشراط الساعة فقال رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من موضعها هذه بعض أشراط الساعة ذكرها الطحاول رحمه الله أما الإمام السفاريني قال وقوله هنا مهم أجمعت الأمة أجمعت الأمة على نزوله يعني نزول عيسى بن مريم وخروج الدجال ولم يخالف في ذلك من أحد من أهل الشريعة وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد انعقد الإجماع أو إجماع الأمة على أنه ينزل يعني عيسى بن مريم في أثناء المسيح الدجال ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو النص هنا على أن عيسى سيحكم بشريعة النبي سأتكلم عنه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى ولكني هنا سأقف بعض الوقفات لأننا في الحقيقة نتكلم عن أمر عظيم نتكلم عن فتنة الدجال لا بد أن نحضرها يعني النبع السلام قال فتنة تقع في آخر الزمان وهي إحدى أشراط الساعة الكبرى فتنة الدجال يا أيها الكرام من أعظم الفتن التي تمر على البشرية عبر تاريخها فتنة الدجال خروج الدجال في نهاية الزمان هو أمار وعلامة من علامات الساعة الكبرى أعظم فتنة على الإطلاق ولذلك يجب أن نحضرها النبع السلام حذر أمته منها تأمل مثلا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادر رضي الله عنه قال كنا نمر على هشاب بن عامر ناتي عمران بن حصين فقال ذات يوم إنكم لتجاوزونني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى رسول الله الصلاة مني ولا أعلم بحديثه مني ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال ولذلك فتنته عظيمة يقول يعني الله عز وجل منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة لا يوجد أمر عظيم ولا خلق أكبر من خروج الدجال من خروج الدجال أيضا في صحيح البخاري النبع عليه الصلاة والسلام حذر وأنذر أمته منه إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه ولكني سأقول لكم انتبهوا لكلام النبي على الصلاة والسلام كلام واضح جدا ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه نبع عليه الصلاة والسلام في الوداية بداية الحديث يقول ما من نبي إلا وحذر قومه من الدجال ولكني سأقول لكم فيه قول لم يقله نبي من الأنبياء قبل لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور يعلم فارقة جدا عند الدجال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه أعور وإن الله ليس بأعور سبحانه وتعالى جل في علاه رب العباد منزه عن صفات البشر منزه عن الحدوث منزه عن العجز والاحتياج سبحانه وتعالى جل في علاه له الكمال المطلق والصفات العلا سبحانه وتعالى جل في علاه نبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أنس رضي الله عنه ما بعث نبي ما بعث نبي إلا أنظر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر وسأتكلم عنه عن كل ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى عن يعني أنه ممسوح العينين أو أنه أعور وما إلى ذلك ولكني أتساءل هنا لماذا سمي المسيح بالمسيح الدجال لماذا نقول المسيح قال ابن الأثير رحمه الله تعالى سمي الدجال مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة العين ممسوحة ممسوحة في أحد شقي الوجه ممسوح العين ولا عين له ولا حاجب فيها ولا حاجب فيها طيب ما حال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال قبيل خروج الدجال قبيل وقل قبيل يعني قبل خروج الدجال بقليل سيكون للمسلمين شأن عظيم وقوة كبيرة ويبدو الله أعلم أن المسيح الدجال سيخرج عند قوة المسلمين لمحاولة القضاء عليها لمحاولة القضاء عليها ولكنه لن يستطيع بفضل الله تبارك وتعالى حقيقة يعني المسيح الدجال يعني خطره عظيم للغاية وسيخرج قبل ملحمة كبيرة يكون المسلمون فيها أو يقف المسلمون فيها ضد عداء الله عز وجل وينتصرون عليهم بفضل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علا طيب سيصيب المسلمون أيضا قحط ومجاعة قبل خروج الدجال احنا علينا لأن دي من أشارات الساعة وأنا أتحدث عن ذلك هنا الآن حتى نتعلمها ونتعرف عليها هذا من ديننا ومن أخبار نبينا صلوات الله وسلامه عليه الناس يبتلون ابتلاء شديد قبيل خروج الدجال يبتل الناس ابتلاءا شديدا قبل خروج الدجال فتمنع السماء القطر وتحبس الأرض عن النبات ما يخرج النبات وقد صحب ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد تأملوا قبل أن يخرج الدجال في سيتمر الأمة على ثلاث أو يمر العالم بثلاث سنوات فيها من الشدة ومن القحط الشيء الكثير فقال يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقتل قطره ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا يبقى ذات ظلف يعني شاه حتى من الشياه إلا هلكت قيل ما يعيش الناس في كيف يعيش الناس في هذا الزمان وفي ذاك الوقت قال التهليل والتكبير والتحميل ويجزئ ذلك عليهم مجزئة الطعام يعني يسبحون ويهللون ويحمدون ويقوم هذا مقام الطعام طيب هذا قبيل خروج الدجال نود أن نتعلم أو نتعرف على صفات الدجال وماذا يدعي حتى نحضره وهذا أمر مهم جدا الدجال يدعي الربوبية وهو كاذب ويأتي بأعمال خارقة ليروج باطله على بعض الناس يروج باطله على بعض الناس وهذا يعني الحقيقة يجب أن نعرف أنه كاذب وأنه باطل ومن نظر في أمر الدجال نظر معتبر نظر معتبر علم يقينا أنه مبطن وأن الصفات الربوبية غير متحققة فيه فهو بشر مسكين عاجز على الرغم مما يجري على يديه من أحداث عظيمة إلا أنه بشر وعاجز ومما يؤكد بشريته أن أذكر لكم فيه هذه الصفات النبع عليه الصلاة والسلام وصف الدجال وصفا يبرز شخصيته ويحدد معالم جسمه في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في الرؤية وذكر من وصفه ما ذكر وكان من كلامه أنه قال صلوات الله وسلامه عليه رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة نفسهم يحدث الصحابة وابن قطن موجود ويعرفه فبيقول له أشبه النس به هذا الرجل ابن قطن في مسند أحمد أن نبي عليه الصلاة والسلام من رواية عبادة بن الصامد قال إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقله إن المسيح الدجال تأمل صفاته لابد أن نتعرف عليه لأنه سيخرج ولا ندري متى يكون ولابد أن نعلم ذلك لأبنائنا حتى يحذروه إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج الأفحج هو بعيد ما بين الساقين وهذا عين جعد شعر يتتنى أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم يعني غمي عليكم أمره أو ما تبينتموه فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم سبحانه وتعالى جل في علاه انتبهوا يا أخاني هنا معي في أمر مهم نبي عليه الصلاة والسلام ركز في وصفه للدجال على أنه أعور العين وهذا يدل على أن الدجال مهما تخلص من شيء من صفاته فإنه لا يستطيع أن يتخلص من عينيه لأن العين ظاهرة بارزة يراها كل إنسان الحديث أشارت السابقة إلى عيب عنده في عينيه وأنه إيه؟ وأنه أعور العين حقيقة يعني ورد بعض الروايات أنه أعور العين اليسرى ولكن الراجح أنه أعور العين اليمنى وهذه لا تخفى على أحد هذه الصفة يعني كل إنسان يعلمها أنت عندما ترى رجل أعور تعرفه مباشرة ونبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى وأيضا انتبه معي مكتوب بين عينيه كافر وهذه علامة أعلم الله بها الدجال يعرفها فيه المؤمنون دون غيرهم الدجال مكتوب بين عينيه كافر وفي رواية ثلاثة أحرف كاف فراء هذه يقرأها كل مؤمن يقرأها كل مؤمن بخلاف الكافرين فقد طمس الله بصائرهم عن رؤية هذه العبارة في صيح البخاري عن أنس أن نبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم جل في علاه ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر بين عينيه مكتوب كافر الصحيح عند المحققين أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله لنا علامة بارزة فارقة قاطعة على معرفة الدجال ومعرفة كفره وبكذبه وبطلاله وهذه يظهرها رب العباد سبحانه وتعالى لكل مؤمن كل مؤمن يا أهل الإيمان وهذا يجب علينا نحن نؤمن بالله عز وجل ونصدق ونسلم بما نقوله حتى يا عبد الله تنال خيري الدنيا والآخرة تعرف تقرأ هذه الكتابة الموجودة بين عيني المسيحي الدجال أيضا من صفات الدجال يا إخواني أنه لا يولد له ولد ولا بنت الدجال مقطوع عقيم لا يولد له وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحة أيضا يجب أن نعلم أن الدجال كذاب وهو مبطل وليس بصادق في دعواه الربوبية لأن عنده نقص كبير كيف يصح أو يكون لهذا المخلوق الضعيف العاجز يعني اللي مكتوب بين عينيه كافر أنه يدعي الإلهية شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت فلا يمكن أبدا أن يأتي واحد كالمسيح الدجال يقول أنا رب أنا ربكم صحيح المسيح الدجال معه يعني أدوات وأشياء يظهرها وهناست على حقيقتها إن معه جنة ومعه نار فلا ينخدع أحد بذلك فلا ينخدع أحد بذلك وتيقنوا أيها المؤمنون أنكم لن ترون الله عز وجل إلا يوم القيامة فلو خرج خارج لليوم كالمسيح الدجال وقال أنا ربكم نقول له كذبت لأننا لن نرى ربنا إلا يوم القيامة أيضا له المسيح الصفات معيبة كما ذكرت أنا الآن أنه أفحج يعني بعيد ما بين الساقين ولكن الدجال لما عنده من يعني إمكانيات من الذي زوده بها رب العباد سبحانه قد ينطلي خبره على بعض الناس ولذلك أنا أحذر منه اليوم ونحن نتحدث وأقول لإخواني علموا أبناءكم ماذا سيكون من الدجال وما هي صفاته التي علنت رأسها أنه أعور العين اليوم أنه لا يتمكن مهما أوتي من أن يكون رب أو أن تكون معه نار حقيقية أو جنة حقيقية الدجال يدعي الألوهية وقد كذب في ذلك ولكن عنده إمكانيات تجعل بعض الناس قد يصدق بذلك من ذلك سرعة انتقاله في الأرض الدجال عنده إمكانية أنه ينتقل في الأرض بسرعة وقد ورد في ذلك حديث في الصحيحين عن النبي صلى الله سلم أنه قال إنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه الدجال معنى نسياط الأرض كلها إلا مكة والمدينة إذن عنده إمكانيات عنده إمكانيات عنده أمور أيضا قد تدفع بعض الناس إلى الإيمان به ولكن المؤمن الذي يؤمن بربه ومولاه لا يصدقه في ذلك أيضا معاه جنة ونار معاه أو ما يشبه الجنة والنار والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ناره التي معه هي في حقيقتها جنة وأن جنته التي معه هي في حقيقتها نار فيجب علينا أن نحذر من كل ذلك الدجال يستعين بالشياطين الدجال يستعين بالشياطين ولكن أود أن أعلمكم يا إخواني أنه مهما سار في الأرض والجماد أحيانا يستجيب لهذا الدجال إلا أن الله عز وجل يقيض شابا في آخر الزمان هذا الشاب يخرج ليكذب الدجال ويخبره بذلك هذا الشاب سيعلم الدجال أنه كذاب والدجال سيقوم بفعل شيء معه وهو أنه سيقتل هذا الشاب ثم يحييه ودي فتنة عظيمة ولكنها تؤيد هذا الدين بفضل رب العباد سبحانه وتعالوا معي لنقرأ بعض الأحاديث الواردة في ذلك أقول من فتنة الدجال أنه يقتل شاب من أهل الإيمان ثم يدعي أنه أحيا وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى لنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تل المدينة يعني الأرض السبخة هي أرض نقول إحنا عندنا فيها تنشع ماء يعني فيها شيء من الماء هذه يقال لها أرض سبخة فيخرج فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس تأمل هذا الحديث دجال لما ينزل عند قرب المدينة في أرض سبخة يخرج له عندئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس فيقول هذا الرجل الذي يخرج على الدجال ويدعي الألوهية أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال للناس أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول له هذا الشاب والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه هذا الشاب المؤمن هذا الشاب المؤمن الذي يقتله الدجال ويحييه رب العباد سبحانه وتعالى يكف أيدي الدجال عنه فيسقط الدجال عندئذ إمام مسلم رحمه الله روى حديثا عظيما جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك يبين أن الدجال سينقطع عند مثل هذا الفعل ولكن لابد أن نعرف خبرا أو أخبار أخرى عن الدجال إخواني لنحضره فأسأل هنا سؤال وأجيب عليه كم يمكث الدجال في الأرض عندما ينزل فتة عظيمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض فقال أربعون يوما سيجلس الدجال في الأرض عندما ينزل أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائل أيامه كأيامكم إذن يمكث أربعون يوما يوم كسنة ويوم الثالث كشهر واليوم الثالث كجمعة وبقية الأيام كأيامنا نبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم هنا سؤال طب ذاك اليوم اللي سيكون كسنة يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما نفعل في الصلوات الخمس قال قدروا لها قدروا يعني قدروا في كل يوم الصلوات أنكم تصلوا خمس صلوات وتزعلوا بينها أوقات كما أنتم عليه الحال في مثل هذا اليوم أود أن قبل أن أختم أن أذكر ما لهم أتباع الدجال إذا فتنة خطيرة عظيمة أتباع الدجال هذا الأعور الكذاب ينتظروا اليهود خروجه اليهود يا إخواني ينتظرون خروج الدجال ويزعموا أنهم سيحكم العالم في عهده والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكر لنا في ذلك صح الخبر في مسند الإمام أحمد عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء في مسند أو في صحيح مسلم أن نبي عليه الصلاة والسلام من رواية ألس بن مالك قال يدبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا من يهود أصبهان فقط يدبعون الدجال ويسيرون وراءه وهذا يدل على خبث اليهود وحملهم وحقتهم على أمة الإسلام هذا الدجال يخرج محاولا إفساد هذه الأمة والقضاء عليها ويتبعه اليهود فاليهود هم حملة الفساد في الأرض هم مع كل عدو على الإسلام والمسلمين وقبل أن أنهي اللقاء معكم وأتحدث عن الدجال والدجال خطير وقلت فتنته أخطر فتنة على وجه الأرض ما طريق السلامة والنجاة من الدجال أنا سبق أن قلت قبل خروج الدجال أو قبل خروج الدجال يعني ستقوم حروب ويعني سيصاب الناس بقحط وشيء من الضعف الشديد ولا ذلك لابد لنا أن نقن في رب العباد سبحانه وتعالى ولا يجوز للمسلم بحال أنه هو يعني يخور أو يصيبه الضعف والوهن من فتنة المسيخ الدجال السلامة من في الاستقامة على دين رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يا آل الإيمان أقيم الدين أقيموا الصلوات صلوا لرب العباد صوموا شهركم أدوا زكاة أموالكم استقيموا على دين ربكم اتبعوا هدي نبيكم صلوات الله وسلامه عليه ثم احذروا من فتنة المسيخ الدجال ولا يظن مسلم ثقة في نفسه أن الدجال لو خرج يأتيه ويسلم منه ربما يأتي إليه كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا يسلم من هذا الدجال الفارج الفاجر ونهاية الدجال على يد عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه ولذلك أسأل السؤال وأجيب عليه من الذي سيقضي على الدجال هو عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه عيسى بن مريم سينزل وسأتكلم عنه في اللقاء القادم إن شاء الله ولكنه أو من أكبر وأفضل الأعمال التي يعملها هو قتله للمسيح الدجال عند باب لد المسيح الدجال عندما يرى عيسى بن مريم سيذوب كما يذوب الملح في الماء فيدبعه عيسى عليه السلام ويقتله بحربته قتلة يموت ولا يكون له بها بعد ذلك أثر ويتخلص المؤمنون به وينجون من فتنته فتنة المسيح الدجال خطيرة فحذروها يا أهل الإيمان وتعلموا وعلموا أبناءكم ما الذي سيكون في فتنته حتى نحذرها ولنعلم أن من فضل الله علينا أن المسيح الدجال سيقتله عيسى بن مريم عليه السلام أسأل الله عز وجل أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته